موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من ساعة حرة وفيها نناقش الملف العراقي انطلاقا من الصراع على تشكيل الكتلة الأكبر التي بإمكانها تسمية رئيس الحكومة المقبلة وتشكيلها هذا الصراع الذي لم يحسن في الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجلسة الأولى منذ انتخابات تأيار مايو الماضي التي لم تنجح في انتخاب رئيسنا للمجلس وبالتالي أحيل ملف الصراع على من هي الكتلة الأكبر إلى المحكمة الاتحادية التي ستنظر في هذا الملف فهل تتمكن المحكمة من إصدار قرارها وحسمه من دون ضغوط سياسية وفق ما يتخوف البعض أم أن المسألة القضائية ستكون محطة قبول من جميع القوى السياسية رغم حدة الصراع ولسيما بين قوى سياسية من داخل البيت الواحد تحديدا في الساحة الشعية نناقش هذا الملف مع عدد من الضيوف ولكن بداية نبقى مع هذا التقرير ثم ننتقل إلى ضيوفنا مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها كان القرار الأول الذي اتخذه الرئيس السن لتحديد الكتلة الأكبر بعد أن تقدمت كتلتان عقب أداء النواب الجدد اليمين الدستوري بطلب رسمي عن تمكنهما من تشكيل الكتلة الأكبر وفق الإجراءات الدستورية وهما كتلة الإصلاح والإعمار بزعامة ائتلافي السائرون والناصر وكتلة البناء بقيادة الفتح ودولة القانون لترفع الجلسة لساعة واحدة لغرض المداولة أنا حلتها للكتلة الأكبر حلتها للمتحدي ما عندي أي بتبين ما أقدر أبيت به لا لا غير مرفوعة مستمر الجلسة ممثل سائرون قدم مقترح تسجيل كتلة نواة بابل وذكر هو أن العدد 188 لكن ما يلاحظ أن التواقيح هو باسم رؤساء القوائم وليس النواب تحالف الفتح ومن معه قدم ودعا أن هذا الطلب مشفوع بتواقيح حية للنواب ودعا أن عدد أعضاء هذا التحالف هو 145 يجمع 145 زاد 180 يصير 325 وين الكورت؟ الخلاف بين الكتلتين التي تدعين تمكنهما من تشكيل الكتلة الأكبر كان واضحا داخل الجلسة حيث أكدت مصادر نيابية انسحاب كتلة الفتح ودولة القانون من الجلسة للإخلال بالنصاب القانوني فيما أكدت الأخيرة أحقيتها بتشكيل الكتلة الأكبر بعد جمعها مقاعد تجاوزت النسبة المطلوبة نحن الكتل السياسية أكثر من 20 كتلة سياسية أعلننا تحالف الكتلة الأكبر تحت عنوان الإصلاح والإعمار ما يفوق أكثر من 180 نائب 153 نائبا من مختلف الكتل قد وقعوا بتوقيع حي وليس اعتمادا على توقيع رئيس الكتلة أو رئيس القائمة باعتبار أن النائب وفقا للدستور وبعد أدائه لليمين الدستورية يكون حرا في اختياره وبعد استئناف الجلسة فتح الرئيس السن باب الترشيح لتسمية رئيس مجلس النواب حيث جرى تقديم أسماء ستة شخصيات سنية لهذا المنصب وهم طلال الزوبعي وأسامة النجيفي وأحمد الجبوري ومحمد تميم ورشيد العزاوي ومحمد الحلبوسي وبسبب عدم توفر النصاب القانوني أبقى الرئيس السن الجلسة مفتوحة إلى يوم غاد أما موقف الكتل الكردستانية فهي بانتظار الأطراف التي ستتعاطى بإيجابية مع مطالبهم المعلنة هناك ورقة عمل مشتركة بين حزب الديمقراطي الكردستاني وبين الاتحاد الوطن الكردستاني فهم لديهم 48 مقعد لديهم حسم الأمور لذلك لديهم هذه الورقة العمل فمن أي كتلتين يوافق على هذه الورقة فستكون القوى الكردستانية مع تلك الكتلة وإلى حين حسم المحكمة الاتحادية الجدل حول هوية الكتلة الأكبر فأن المفاوضات ستستأنف لإقناع القوى الكردستانية وقد تغير نتائج هذه الحوارات من ترتيب الاتلافات التي طرحت بعنوان الكتلة الأكبر بحسب البعض من داخل مجلس النواب محمود فؤاد الحرة بغداد وأرحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة وهم معنا من بغداد الدكتور إحسان الشمري المحلل السياسي ورئيس مركز التفكير السياسي ومن أربيل ورحب الدكتور عبد الحكيم خسروا أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين ومن عمان الكاتب المحلل السياسي العراقي رعد هاشم وهنا في السيديو أرحب بالدكتور إدوارد جوزيف مستاذ العلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام دكتور إحسان الشمري أبدأ معك هل يتعاطى فريق الدكتور العبادي رئيس الوزراء والتحالف باسم الإصلاح والإعمار على أن الأمور محسومة بالنسبة إليه أم أن لديهم قلقا من القرار المنتظر للمحكمة الاتحادية شكرا على استضافة وفق التفسير السابق للمحكمة الاتحادية فيما يرتبط بمفهوم ومصطلح الكتلة الأكبر يبدو بأن الأمر محسوم بشكل كامل ولا يوجد قلق على اعتبار أن المحكمة الاتحادية كما أشرت قد حسمت هذا الموضوع بنص واضح وصريح وهو أن الكتلة الأكبر عددا هي التي تكون تحت قبة البرلمان بتحالف مع قوى سياسية أخرى والتي تستند إلى مصادقة المحكمة الاتحادية بالإسم والأرقام وهذا جزء من أساس الاطمئنان بالنسبة لتحالف الإصلاح والإعمار قياسا بالقوى السياسية الأخرى التي اعتمدت مفهوما مغايرا وطريقا مغايرا لتفسير المحكمة الاتحادية طبيعة التشكيل للإصلاح والإعمار أضف إلى ذلك المشروع السياسي الذي تتبناه يعطيها زخما كبيرا في قضية المضي لتشكيل الرئاسات الثلاث ومن ثم انبثاق خارطة سياسية جديدة نعم دكتور عبد الحكيم خسرو في أربيل الأنظار متاجهة إلى الأكراد عمليا هل يحصل من الأكراد برأيك هذا الصراع الذي يتخذ طبعا طبع صراع شعي شعي داخل البيت السياسي الشيعي مساء الخير طبعا أعلن الكرد بأنهم لم ينضموا إلى نواة الكتلة الأكبر والكتلة التي تم إعلانها من قبل الفتح ودولة القانون ووقفوا على الحياد لحد الآن وأتصور أن الأسباب هي كثيرة أحد أهم الأسباب أن تحالف سائرون والنصر كان لديهم أرقام عددية ولكن من حيث عدد النواب هذا كان صعب جدا التعامل معه وأيضا في المقابل كان لدى الفتح ودولة القانون النواب وقعوا على ورقة ولكن أيضا كان فيه إشكالية دستورية كما أشار الدكتور إحسان الشمري أتصور أن لدى كل طرف حجج قانونية ولدى كل طرف ربما طموح في التواصل مع الكتلة الأخرى ولكن لا أعتقد أنه حتى لو تم على سبيل المثال اختيار الرئيس الوزراء من سائرون والحكمة والنصر لا أتصور بإمكانهم الحصول على الأغلبية العددية الممكنة لانتخاب رئيس البرلمان كما حدث اليوم ومن ثم رئيس الجمهورية بعد جبار رئيس الجمهورية يحتاج إلى توافق الثلاثين وتوافق الثلاثين معنى أو أغلبية الثلاثين معنى أن الإصاب في الدورة الأولى يجب أن يكون الثلاثين ولهذا ذهب الكرد إلى أنه لا بد من وجود توافق لا بد من الجلوس على طاولة المفاوضات والتواصل مع الكتل الأخرى يعني مشاركة الكل في العملية ولا يمكن أن نتصور بأن الكرد سيتجهون باتجاه كتلة على حساب كتلة أخرى إلا إذا انشقق الصف الكردي وخاصة بين الاتحاد والديمقراطي من الممكن هذا الشيء باعتبار وجدنا هناك تفكك للكتل السنية وانشطار لهذه الكتلة وربما هذا متوقع بالنسبة للكتل أخرى الكرد يبحثون عنها ضمانات ولا أتصور بأنها طبعا سعود إليك في موضوع الضمانات التي يطالب بها الكرد من الصعب جدا التعامل معها نعم بالتأكيد ثمة الكثير مما يناقش فيما يريده الأكراد من الحكومة العراقية المقبلة وبالتالي ما إذا كان بإمكان أي من الطرفين أن يغريهم بتطبيق هذه المطالب رغم ما تحدث به سيد خسر عن أنهم طبعا سيرصدون الاتصالات المقبلة سيد رعد هاشم في عمان أهلا بك إلى ساعة حرة الساحة السنية أيضا لم تبقى على أي رأي موحد ثمة انشطار القوى السنية ما بين التحالفين ما الأولويات التي حكمت برأيك ذهاب هذا الطرف إلى هذا التحالف أو التحالف المقابل له لسيما أن بعض الصور التي اتبعناها اليوم كثير من العراقيين لم يصدقوها باعتبارها كانت مفاجئة لوجود بعض الشخصيات مع شخصيات بعينها حقيقك عزيزي حقيق متابعيك شكرا للاستضعفة واضحة ممكن أن السنة أو من يمثل السنة يجوز هم يجاوبوك على السؤال بس أنا يجاوبك عن الشعب أو المناطق الغربية حقيقة هم خايب أملهم بهؤلاء الذين تم اختيارهم ربما بطريقة أو بأخرى معظمها بالتزوير هم خايب أملهم منذ أن وطأوا بعض هذه النماذج المكررة وطأوا أرض العملية السياسية نصح التعبير لذلك هم يشعرون بخيبة أمل دائمية هم كانوا يروجون أو يعولون على نواة بزوغ بعض الشخصيات ربما من هذا المكون حتى مكون آخر هم يطمحون أن تكون الأولوية لوحدة الكلمة للشعب العراقي بعيدا عن هذه المسميات والمكونات طموحهم أن تغادر هذه المحاصصة ولذلك كان هناك بعض من بصيص أمل أو تفاؤل أنه نحن لازم نتخندق بصفة مكوناتية فنلجأ إلى الجمعية هذا الخليط العراقي المتجانس هو الذي يجمعنا كانوا يعولون بعيدا عن هذه المحاصصة عن هذه الطائفية ووضع السيطرة الأحزاب السياسية كان تصور أنه فعلا كل الذين تم انتخابهم بعد أن كانت العملية الانتخابية تشوبها كثير من عمليات التزوير وإذا بهم يقحمونها في تفسيرات قانونية والله نوبا مدحة المحمود مدرش قايل تفسير قانوني والله مدر الآخر من المحكمة الاتحادية هذا الأمر لا يخص المكون السني كثيرا ولا يأبه به رغم المتابعة ولكن شأنهم شأن أهل الجنوب وأهل البصرة يريدون جانب خدمي يريدون جانب عملي طبعا سنعود إلى ذلك سيد داشنك سؤال عمّة إذا كان البعض رأى أن المصلحة ربما الشخصية لبعض الجهات هي التي تحكم أن يذهبوا إلى هذا الفريق أو ذاك بصرف النظر عن تاريخ صابق من الخلافات الخلافات ربما في بعض جوانبها أدت إلى ما أدت إليه الأمور في موضوع الموصل في 2014 موضوع دخول داعش وما لذلك سأود إليك الحديث بتفصيل وبوضوح أكثر حيال هذه النقاط سأنتقل إلى هنا إلى الستيديو الدكتور إدوارد جوزيف الأستاذ في جامعة جونس هوبكنز أهلا بك إلى ساعة حرة واشنطن كانت عبر الوزير بومبيو قبل يومين تحدثت عن دعمها سعي العراق إلى حكومة وطنية معتدلة هل تخوض واشنطن معركة بقاء العبادي رئيساً للوزراء لولاية ثانية بمعنى أنها تريد أن يبقى رئيساً للوزراء لمنع الطرف الآخر من الوصول أنا سعيد بوجودي معك ومع المشاهدين يا حسين نعم لا يوجد شك أن واشنطن تفضل حكومة فيها رئيس الوزراء السابق العبادي هو القائد ليس هذا فقط لأن الولايات المتحدة كان لها علاقة بناءة جداً مع رئيس الوزراء العبادي خلال فترة صعبة جداً خلال القتال ضد داعش ولكن أيضاً نتيجة للكتلة الأخرى مع رئيس الوزراء السابق أو الأسبق المالكي وهذا يمثل نفوذ كبير لإيران وواضح بالنسبة لواشنطن أن الخيار كان بين كتلة يمكن لواشنطن العمل معه وكتلة قريبة جداً من إيران إذن لا يوجد أي غموض بشأن لماذا الوزير بومبيو مع هذه الكتلة برئاسة العبادي سنتابع طبعاً هذا النقاش ولكن بعد هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من ساحرة نعود إليكم مشاهدينا بعد قليل والمزيد في شأن الصراع في العراق على من يحسم الكتلة الأكبر التي بإمكانها تشكيل الحكومة المقبلة تابعونا بعد هذا الفاصل نتابع مشاهدينا هذه الحلقة من صاحرة دكتور إحسان الشمري ثمة ملاحظات كانت أن هذه الجلسة أو رجاء الأمور إلى يوم غد يشير إلى خرقات دستورية سيد رئيس السن السيد محمد الزيني قال إن الجلسة لم ترفع ولكن مفتوحة إلى يوم الغد وما إلى ذلك إلى أي مدى برأيك هذه الأمور قد تلقي ذلالاً من الشك على مشروعية هذه العملية كلها وعلى الخوف مجدداً من ضغوط سياسية قد تتعرض لها المحكمة الاتحادية في غضون الساعات المقبلة لتحديد نتيجة معينة يبدو أنه ثمت خلالاً تقانياً في الصورة معك من بغداد لا أدري إن كان جاهزاً السيد الشمري ليجيب عن هذا السؤال تفضل دكتور إحسان يعني السيناريو ذاته عزيزي استاذ حسين إذا ما نظرنا إلى العام 2010 صمت القوى السياسية وأيضاً بقية المؤسسات الأخرى هنا تحدث عن المحكمة الاتحادية ومن ثم قد نلحظ أيضاً صمت آخر خصوصاً في ظل التنافس على مستوى تحديد مفهوم الكتلة الأكبر المحكمة الاتحادية نعم تحت ضغط كبير جداً سياسي هنا لا أتحدث عن قضية النفاذ للسلطة القضاية بقدر طبيعة الدفع الإعلامي لكن هذا سيقف مصداً بكل الأحوال لأن الآن الأمور هي بيد السلطة القضاية بالتحديد المحكمة الاتحادية وأيضاً محكمة الاتحادية تستند إلى تفسيرها السابق هنا أتحدث وأعود مرة أخرى المحكمة الآن لا يمكن أن تتخطى تفسيرها السابق وهو واضح بشكل كبير وبالتالي لا يمكن أن تحيد عن ذلك التفسير أغلب فقهاء الدستور ومشرعي الدستور والخبراء القانونيون مضوا على أن الكتلة الأكبر هي كتلة الإصلاح والإعمار والتي يتطابق مع بكتور الشمري دعني لو سمحت أقرأ للمتابعين ولكم أيضاً ما ورد في تصريح المحكمة الاتحادية العليا في 2010 أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب أيهما أكثر عدداً في تولى الرئيس الجمهورية تكليف ورشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتلة الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة السبعين من الدستور هل يمكن للفريق تحالف البناء بقيادة السيدين المالكي والعامري أن يتحدث هنا عن مسألة عبارة الأرقام التي الكتلة التي تجمعت من قائمتين بمعنى أعيد تجميع هذه الكتل أن شخصيات انسحبت مثلاً من كتلة النصر وانضمت إليهم هل المحكمة يمكن أن تأخذ بهذه الحجة؟ لا عزيزي استاذ حسين ما قرأته كتفسير للمحكمة الاتحادية هو يركز على مفهوم التحالف يعني التحالفات والكتل ولم يشر على موضوعة الأفراد الذين يمكن أن ينتقلوا إلى هذه الكتلة أو تلك وكان صريحاً هذا التفسير حينما أشار إلى قضية أسماء هذه الكتلة أولاً والأرقام إذن هنا يربط ما بين التحالفات الفائزة على مستوى أو تحت قبة البرلمان وما بين أسمائها والأرقام التي صادقت عليها المحكمة الاتحادية كل تفسير يذهب باتجاه الكيانات ولم يذهب باتجاه التواقع إذن على ما يراهن فريق التحالف البناء؟ على ماذا يراهنون؟ لم يكن لديهم أسس قانونية للذهاب هناك مناورة سياسية الفتح والقانون أو تحالف البناء يعني يلعب على وتر الانشقاقات أو عملية جذب بعض الأطراف الأخرى ليس فقط على مستوى الكتلة الأكبر الكتلة الأكبر أنا مطمئن أنها حسمت بشكل كامل لكن هم يراهنوا على قضية التصويت الدكتور عبد الحكيم أشار إلى أنه رئيس الجمهورية بحاجة إلى الثلاثين لكن القضية لا تحتاج إلى الثلاثين ما يفوق المتين على الاعتبار أنه لذا لم يستحصل رئيس الجمهورية على هذا العدد سيكون النصف زائد واحد لذلك البناء يراهن على جذب أطراف أخرى ويلعب على هذا الوقت من أجل كسب نواب إلى جانبه كي لا يصوتوا إلى الخارطة السياسية القادمة نعم دكتور عبد الحكيم أعود إلى تفسير محاولة قراءة كيف سيفكر أو يفكر الأكراد في هذه المسألة الآن ثم طمن يقول أنهم لديهم تجارب غير مشجعة مع كل الطرفين المتنافسين سواء في عهد السيد المالكي كان هناك مشاكل كبيرة مع الأقليم وأيضا في عهد السيد العبادي كانت مشاكل كثيرة وموضوع كاركوك بعد الاستفتاء حاضر بقوة هل هناك طرف يثق به الأكراد الآن أكثر من الطرف الآخر نتحدث عن طرفين الذين يقدمان نفسهما الآن على أنهما الكتلة الأكبر دكتور عبد الحكيم خسر ولا تسمعني بالتأكيد لا أتصور بأنه هناك ثقة كاملة الآن في العراق لا توجد ثقة بين الأطراف السياسية العراقية بصورة عامة وهذه الثقة المفقودة داخل الحزب الواحد على سبيل المثال حزب الدعوة وما حدث بين جناحي حزب الدعوة فقط أريد أن أشير إلى مسألة التفسير إذا سمحت لي الكتلة البناء يراهنون على تفسير المحكمة الاتحادية أنه استند التفسير على مفهوم النائب وبالتالي الانطلاق من مفهوم النائب الذي قسم اليمين داخل البرلمان واعتبر نائبا وبالتالي من الممكن أن أخذ بهذا التفسير وجعله أساسا لحجة كتلة البناء أما ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية الدورة الأولى يحتاج نصاب الثلثين لكن الدورة الثانية لا يحتاج وبالتالي يضطر الجميع إلى التوافق ويحتاجون إلى 219 نائب أن يكون حاضرا وموجودا داخل قبة البرلمان لأنه لا يمكن استحصال الثلثين إذا لم يكن هناك ثلثين موجودين داخل قبة البرلمان وهذا سيخلق نوع من الإشكال القانونية والدستورية الموجودة الكل الآن يستند إلى فراغات دستورية الكل يستند إلى تفسيرات وبالتالي الكل لديه ربما حجج معينة ما أريد أن أشيره وأعود إلى سؤالك فيما يتعلق بالكتل الكردستانية الثقة مفقودة ولا أتصور بأنه لا الفتح دولة القانون ولا سائرون والحكمة والنصر بإمكانهم تنفيذ الدستور أو احترام الدستور وتطبيقه باعتبار المطالب الكردستانية هي مطالب دستورية بامتياز ولا يوجد مطلب من هذه المطالب خارج الدستور الرؤية الكردية هي الرؤية تتمثل بإعادة بناء الدولة العراقية وفقا للدستور هل يدخل في الحسبان احتمال أن يكون أطراف كردية لديها أسس النظام الموجود انتقامية مثلا من أحداث حصلت وآخرا طبعا سأسلك هذا الموضوع دكتور خسرو بعد في وقت لاحق بعد إصلاح هذا الخلال التقانية البسيط معك حتى تسمعنا ونسمعك بشكل جيد سيد رعد هاشم في عمان عودة إلى قراءة الساحة السنية وقد تحدثت عن غضب في المحافظات الغربية إذا ما نتج عن الانتخابات وما انتجته العملية السياسية من وجوه تمثل تلك المناطق لكن الآن نحن أمام أمر واقع الآن ونشهد في الاجتماعات مثلا السيد خميس الخنجر بجانب السيد هادي العامري والسيد المالكي وكان سابقا في 2014 يتحدث عن أنهم عملاء لإيران ومجرمون وما إلى ذلك وهذه الصورة ربما تنعكس في تحالفات أخرى أيضا ما الأولوية برأيك التي يمكن أن تحدد أو تحسم كيف جلست هذه الشخصيات مع بعض هل هي مثلا مصالحة؟ ما الذي يمكن أن تتحدث عنه؟ للجانب الآخر معروف الشخصيات التي كانت لها دور كان نتاجها ضياع الموصل كان نتاجها ضياع المليارات من الأموال العراقية وإذا تحدثت عن هذه الشخصية الأخرى التي هي سيد خنجر وآخرين من السنة غيرهم قد جلسوا ربما هم لا يناسبون المزاج السياسي للطبق الحاكمة وربما حتى للشارع الذي يمثلها حقيقة هو الطريق الذي لا بد منه هو اختيار الجانب الديمقراطي الممارسة السياسية كانوا سواء الجانب الأمريكي أو حتى الغربي يؤكدون كثيرا أنه لا طريق ولا خيار سواء المعايشة أو التعايش السلمي أو المشاركة الفعلية الواقعية في عملية البناء والحياة السياسية ككل لذلك حينما تصل وتقدم وتأتي هذه الشخصيات أو تلك ويكون لها صدر الرحب ربما للمسامحة ربما للمقبولية كأي كانت الفكرة فكرة المقبولية هذه طبعا والتسامح هي غائبة عن كثير من وجه السلطة الحالية لذلك هذا فرض أمر واقع عملية سياسية يجب أن تشارك بها كل المفاصل التي تصل إلى خطوات أو عتبات سياسية لكن بأي معنى سيد بعد هاشم تصل كل القوى السياسية هل الجميع يكونون في الحكومة؟ هل هذا ضروري؟ أم أنه بالإمكان لتعزيز تجربة ديمقراطية وإغنائها وإثرائها أن تكون ثمة حكومة وثمة معارضة تراقب هذه الحكومة؟ أم أن الجميع يريدون أن يكونوا في السلطة؟ نعم عزيزي هذا بحث آخر أنا كنت أتحدث عن وجهة النظر بما يخص المكون السني وكيف كان التركيز حتى أنه بالتحالف مع الجانب الكردي والتأكيد وعدم التفريط بمقراراتهم على التركيز على بناء الدولة على يعادة الإعمار على يعادة النازحين وإذا بنا نتهافت أقصدهم الشخصيات أو أغلب الشخصيات السنية على مناصب وعلى مواقع لذلك حتى هم هؤلاء يبدو خارج نظريتهم أو خارج تفكيرهم المشاركة في موضوع معارضة لعل الجميع عودتهم إلى موضوعك لعل الجميع يهرول باتجاه تعويض ما فاته في الانتخابات للتركيز على المشاركة الفعلية ولا تفكير ولا وجود لأي فكرة مشاركة في عملية معارضة إلا للضغط على الجانب الآخر يعني هناك من ينادي سأشترك بالمعارضة ولا أكون بها يا سلطة هذا من أشوفه يريد مكاسب سياسية سنتابع هذا النقاش بعد الفاصل ونستمع بعد الفاصل إلى الدكتور إدوارد جوزيف هنا وأعطيك الوقت الكافي بعد الفاصل نبحث أكثر في السياسة الأمريكية حيال العراق وما يجري الآن هناك تابعونا مشاهدنا بعد الفاصل نتابع مشاهدنا هذه الحلقة من ساحرة وملف تشكيل الحكومة العراقية دكتور إدوارد جوزيف أستاذ العلقات الدولية في جامعة جونز هوبكينز هل هو الصراع بين واشنطن وطهران في العراق مسألة تشكيل الحكومة سواء كانت هناك مشاورات بين واشنطن والعراق بالطبع الولايات المتحدة مصرة على تقليص أي نفوذ إيراني في العراق أنا متأكد أن هناك محادثات ولكن الولايات المتحدة محدودة في قدرتها على التأثير على ما يحدث داخل البرلمان عدا بالطبع أمريكا لها علاقات جيدة مع الأكراد وهنا موقف وهم في موقف قوي لاتخاذ القرار في رأيي الرسالة من واشنطن ستكون واضحة للعراق إذا أردتم مساعدة في الإعمار إذا أردتم مساعدة سياسية إذا أردتم أي نوع من المساعدات الأمريكية عندها فإن الكتلة برئاسة المالكي والعامري غير مقبولة على الإطلاق هذا سيكون الموقف الواضح للحكومة الأمريكية وهناك حوالي ستة أو سبعة آلاف جندي أمريكي في العراق والولايات المتحدة لن تخطئ من جديد مثل 2011 الولايات المتحدة لن تسحب قواتها بعد أن رأت ما حدث نتيجة لصعود داعش والآن في كل من العراق وسوريا والمنطقة نحن في مرحلة ما بعد داعش وهذا يعني زيادة المواجهة والتوتر بين إيران والولايات المتحدة والعراق بالطبع سيكون تركيزا رئيسيا في هذه المواجهة دكتور جوزيف ذكرت مسألة أن الولايات المتحدة صديقة للأكراد لكن ثم تحدث عن أن مهمة المبعوث الأمريكي أو المسؤول الأمريكي مكورك في أربيل قبل أيام قليلة أن لم يلقى تجاوبا مع طلب واشنطن أن يدعم الأكراد تكتل الصدر العبادي تحديدا تكتل العبادي وبقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنهم غاضبون لأن الأكراد غاضبون من الولايات المتحدة بسبب عدم تدخلها حينما استعادت القوات العراقية الرسمية الحكومية كاركوك بعد الاستفتاء هل برأيك يمكن لواشنطن أن تضغط أكثر على الأكراد لإقناعهم بأن ينضموا إلى تحالف العبادي هذا أو ما تقوله يا حسين هو صحيح بالطبع الأكراد لديهم خيبة أمل والاستفتاء ومحاولة الاستقلال لم تأتي الأمور كما كانوا يودون وفي الواقع إيران لعبت دورا أساسيا في التأكد من أن السيطرة على كاركوك لا تقع في يدي الأكراد بشكل أحادي رأيي في النهاية الأكراد محاطون بخصوم وهم فازوا بأهم حليف الولايات المتحدة وأنا واثق أن السيد ماغورك سيغير رأي الأكراد الأكراد مفاوضون بارعون وسيفعلون كل ما يستطيعونه لزيادة وتعظيم حصتهم في الصفقة وبالتالي زيادة نفوذهم في الحكومة والتي من المحتمل جدا أن يقودها السيد العبادي الشيء الآخر الذي لم نتحدث عنه هو بالطبع دور الصدر في كل هذا والصدر في مرحلة ما خض حربا في 2004 ضد القوات الأمريكية وحتى هذا اليوم هو يصر ومصر على أنه ليس حليفا للولايات المتحدة ويدعي أنه أيضا ليس بحليف لإيران هذه دينامية مثيرة للاهتمام المسألة ليست فقط لعبادي وإنما الصدر الذي له أكبر عدد من المقاعد أكثر من أي لاعب آخر في البرلمان وهذه حقيقة يجب علينا أن نراقبها نعم ويطرح نفسه بعيدا عن نفوذين الإيراني والأمريكي على حد سواء دكتور أحسان شمري في بغداد هل ثمت بعود أو ماذا يمكن أن يقدم دكتور العبادي في حال فوزه بولاية ثانية إلى الأكراد مع أن الأزمة في الأون الأخيرة وصلت إلى حدود يعني البعض يراها أنها صعبة لأن تعود الأمور على ما كانت عليه في فترة ما قبل الاستفتاء يعني الدكتور العبادي ينطلق باتجاه يعني بناء شراكة مع الكرد على أساس الدستور العراقي والكرد كقوة سياسية ماضية بهذا الاتجاه وقد أشار قبل قليل دكتور عبد الحكيم إلى أن تطبيق الدستور سيعمل على حل الأزمات هذا أولا الأمر الآخر يعني الدكتور العبادي لا يمضي باتجاه يعني أن تستمر حالة عدم الثقة ما بين بغداد من جهة كسلطة اتحادية وما بين قليل كردستان على مستوى التوتر وإنما يدفع باتجاه مزيد من التعاون هذا التعاون يمكن أن يفتح الكثير من الأفاق لحل الملفات العالقة ما بين الطرفين يبدأ دكتور الشمر يعني الآن نحن نتحدث عن دكتور العبادي مثلا في ولاية ثانية إذا ما آلت الأمور إلى هذا السيناريو لكن عمليا في تقديرك هل سيتمكن من أن يستمر في الحكم بالطريقة ذاتها التي كانت من قبل والآن هو يأتي إلى الحكم بدعم كتلة مختلفة تماما هي كتلة سائرون كتلة السيد الصدر وسيكون له شروطه وله أيضا نقاطه وسياساته التي إلى أي مدى سيتمكن دكتور العبادي من التماشي معها في رئاسة وزراء جديدة إلى حد هذه اللحظة تحالف الإصلاح والإعمار وما قبله النواة وطبيعة التفاهمات ركزت على مشروع وهذا المشروع خضع لمباحثات معمقة جدا ما بين الأول الثلاث أو الثنائ ما بين السيد مقتدى الصدر الدكتور حيدر العبادي وأيضا التحاق السيد عمار الحكيم الحكم ومن ثم الوطنية وصلوا إلى بلورة هذا المشروع الذي انطلق به إلى بقية الأطراف السياسية هذا المشروع هو مزيج من رؤى هذه القوى السياسية بالإضافة إلى من انضم واقتنع به هذا المشروع لذلك سيكون ملزما إلى كل الأطراف حتى المنظومة السياسية السابقة التي خرج منها الدكتور العبادي لم تكن ضاغطة عليه بقدر ما كانت أكثر صرامة في الرقابة وفي التعويق هنا أتحدث عن دولة القانون أصبحوا معارضين لحكومة الدكتور حيدر العبادي لذلك الآن نحن أمام حالة جديدة ولحظة تاريخية متمثلة بأن الآن الكتلتين يعني الإصلاح والإعمار هو يضم كل الطيف السياسي المجتمعي وأيضا البناء إلى حد ما على اعتبار أنه لم تلتحق بعض القوى من بقية المكونات السياسية المجتمعية لذلك الدكتور العبادي يبحث عن هذه التوليفة هذه التوليفة السياسية المجتمعية لكي يمضي بكتلة يمكن أن تدعم القرارات ومشاريع القوانين التي ستصدرها الحكومة القادمة دكتور عبد الحكيم خسرو في أربيل الأكراد سيصعون إلى ضمانات من الدكتور العبادي من السيد الصدر أم من واشنطن ليؤيدوا هذا التحالف يعني صعب حقيقة لا يمكن أن نتوقع ضمانات لا من السيد العبادي ولا من السيد الصدر ولا من الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية أقنعت الكورد في عام 2014 بالتوقيع على مذكرة وثيقة الاتفاق السياسي ومكورك أيضا كان هو رائعي الاتفاق ولم تقوم الولايات المتحدة بأي خطوة باتجاه تطبيق هذه الوثيقة ولا يمكن أن نتوقع ذلك وإيضا كان في عام 2010 هناك بيان من البيت الأبيض يتعهد بها الولايات المتحدة بالمساهمة في حل الإشكاليات بين أقليم كدسان وبغداد ولم تقم بأي خطوة بذلك الاتجاه أما الأخوة الشركاء في العملية السياسية في مرحلة سابقة فقد شهدنا منهم التنصل من الاتفاقيات التنصل من كل الوثائق التي كانت توقع بينهم وخاصة ونبدأ من الوثيقة الرباعية في عام 2006 وقيام الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بدعم حزب الدعوة والمجلس الأنذاك وحماية النظام السياسي في العراق أثناء الحرب الطائفية نتذكر جيدا كل هذه الاتفاقيات لذا أصبح من الصعب ما هي الضمانات التي من الممكن أن نستند إليها هل هناك رؤية مختلفة ما الخيارات هناك خيارات سوى الطبقة السياسية ذاتها التي يتهمها الأكراد بأنها نكثت بالوعود والاتفاقات السابقة ما خياراتهم الآن إذن أتصور لا توجد خيارات سوى الاتفاقيات البراغماتية الموجودة وهذه الاتفاقيات لا يمكن طبعا عودا إلى سؤال سابق من جنابك أنه لا يمكن أن نتوقع انتقام من القيامة ذات السياسية الكردية لأي جهة عراقية لأنه لا يمكن أن نتهم أحد منهم بأنه هو الوحيد الذي كان سبب في ما وصلنا إليه سيد المالك فيما سبق كان هو سبب في قطع الموازن عن نقليم كردستان وأيضا التهديد باستخدام القوة سيد حيدر العبادي ربما كان من أكثر الذين خانوا الثقة التي كان موجودة بينه وبين سيد مسعود البرزاني وخاصة عندما دخلت القوات العراقية لأول مرة إلى أربيل ومن ثم ذهبت لتحرير الموصل وربما الآخرين من المجلس على الحكمة السيد الصدر سيد الصدر لا طبعا سيد الصدر ربما لديه أكثر موثوقية في شارع الكردي على الأقل أنا أتحدث لأنه ليست لديه مواقف ربما متشنجة من الأقليم وأيضا لم تكن لديه ربما مواقف عدائية لكن عموما السيد الصدر كان أيضا شريك في العملية السياسية وربما ينوبه مما ينوبه لذا أنا أقول أنه الآن الكرس سيتوجهون نحو اتفاقية براغماتية مع الأطراف الأخرى ولا أتصور بأنهم إذا كان هناك انتقام من السيد العبادي كان من الممكن أن يذهبوا مع السيد نور المالكي ويشكل كتلة النيابية الأكبر عددا بأريحي هل هذا الاحتمال لم يعد قائما على الإطلاق؟ موضوع التحالف مع المالك أعلنوا الحياد ولم يدخلوا في إطار الكتلة النيابية الأكبر عددا الذي تم إعلانه وبالتالي ما في مجال للدخول في أي محور لكن بعد قرار المحكمة الاتحادية آنذاك من الممكن القول بالدخول بالمفاوضات مع أي طرف سيشكل الحكومة الاتحادية القائمة آنذاك نستطيع الحديث عن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية رئيس البرلمان والحكومة والاتفاق على برنامج ربما هذا البرنامج سيكون مشتركا يعني المفاوضات ما زالت جارية لكن حسب الأمور حسب الأمور أصبح من الصعب نعم فقط سيكون لدكتور إحسان في الجزء الأخير أيضا حق التعليق على عبارة أو لنأخذ رأيه طبعا في عبارة أن العبادي خانوا الثقة مع البرزاني فيما يتعلق بموضوع كاركوك أو مواضيع أيضا أخرى ولكن سنتابع طبعا بعد هذا الفاصل الأخير هذا النقاش في شأن الملف العراقي والصراع على تشكيل القتل الأكبر نتابع مشاهدين هذه الحلقة من صحر سيد رعد هاشم في عمان برأيك كيف ستحدد المرحلة المقبلة في العراق شكل العلاقات العراقية مع الدول العربية مع دول الجوار تحديدا مع المحيط العربي السني إن صح التعبير يعني العلاقات التي كانت متوترة شهدت بعض الانفتاح في الأون الأخير مع السعودية مثلا هل ستكون أمام تحدي أساسي إذا لم تألوا الأمور إلى بقاء العبادي في ولاية ثانية يعني حقيقة أنا متفاعل بجانب من التصريحات السيد العبادي حينما قال يعني مصلحة شعبي أولا يعني وليس على حساب يعني يعني مصالح الجانب الآخر أقصد الجانب الإيراني كان يقصده وأيضا لفت انتباهي أيضا من هو قال العبارة الواضحة لن نجاز في مصالح العراقيين لمصلحة إيران أو غيرها هذه العبارة التي تتحدث عنها تفضل بالضبط بالضبط حقيقة هذا يقلقنا هذا التدخل الإيراني كثيرا في تأثيره على مستوى الإداء الحكومي العراقي أنت تابعت وتابع جمهورك الكريم كيف أنه وزارة الخارجية العراقية باتت مدافعة عن الآراء الإيرانية بل باتت تدفع بالنفي عن كثير من التصريحات التي هم يتبنوها الإيرانيون وغير خجولين من عدها بعدين الآن هناك متغير يعني قصدت أنا بالتفاؤل للسيد العبادي كيف أنه ترأس الحشد يبدو هناك أخبار أنه مترأس الحشد فهذا نعم هو بيان قدم نفسه أنه هو رئيس الحشد الشعبي الآن بعدما أقال السيد فالح الفياد تفضل نعم بالتأكيد أنا أريد أن أصل إلى نقطة هناك تهديد من قبل لبرمان في إسرائيل كيف أنه هدد في ضرب أهداف لميليشيات الحشد في مناطق في العراق وحقيقة في المناطق السنية يتواجد الكثير من هؤلاء وبعضهم معهم مستشارون إيرانيون باعتراف المسؤولين العراقيين الرسميين لذلك حقيقة هذه مخلقة أنت تحدثت وسألتني عن مستوى الإداء مع الدول العربية هذا التواجد الإيراني يبقى محموما بهذه الطريقة بدون تقليم أظافر له ولميليشياته الموجودة في المنطقة حقيقة سيتعرض سواء العبادي أو أي بسؤول آخر يتولى دفة الحكم في المجلس الوزراء ستكون هذه المهمة صعبة أمامه للتوفيق ما بين علاقته المقدسة ويا إيران وما بين الدول العربية لذلك يتوقع تصعيدا يتوقع أنه إذا لم تمر الأمور على مستوى توازن حقيقة ربما تؤثر على مجريات العلاقات مع كل الدول العربية إذا لم تقلم مخالب إيران في المنطقة وبتعاون وتنسيق دولي فقط لأضع المشاهدين من غير متابعين تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بداية القصة كانت من تقرير لوكالة رويترز في العراق الحكومة العراقية في اليوم الثاني ردت بنفي هذا الأمر قالت أنه ليس لديها ليس هناك دلائل ملموسة على تقرير وكالة رويترز وزير الدفاع الإسرائيلية ليبرمان اليوم حينما سئل عن المدى الذي يمكن أن تبلغه إسرائيل في مواجهة إيران ومجموعاتها في المنطقة ما إذا كان الأمر يتجاوز الأراضي السورية بعد غارات نصبت إلى إسرائيل لا هناك قال أن إسرائيل ستقوم بحماية أمنها في أي مكان كان بما فسر أنه يمكن أن يطال الأراضي العراقية إذا ما كانت التقارير صحيحة في شأن موجود صواريخ إيرانية هناك دكتور إحسان الشمري عدد من النقاط سأطرحها معك أمن إجابات سريعة جدا أولا موضوع عبارة دكتور خسرو عن أن العبادي خان الثقة البرزاني لا نتحفظ على هذه الكلمة الدكتور حيدر العبادي منذ اللحظة الأولى التي تسنم بها رئاسة الوزراء لم يقدم تنازلات أو وقع على ورقة مكتوبة مع الطرف الكردي على العكس كان هناك تفاهم على أن الدستور سيكون حاكما في مستوى العلاقة ما بين الطرفين وبالتالي مضى هذا الاتفاق وحتى قضية المناطق المتنازع عليها كاركوك وغيرها هي ضمن المضلة الدستورية ولا أتصور بأن الكرد هم بالضد من الدستور حالما يحسم الدستور نصير هذه المناطق فبالتالي الحكومة والدكتور حيدر العبادي سينضي معها لذلك لم يخن اتفاق موضوع العلاقة مع إيران والالتباسات الأخيرة وأيضا يوم تهديدات مبطنة من قبل إسرائيل هل صدر أي موقف هل العراق متنبه إلى مثل هذا الاحتمال أم أن الجميع مجغول الآن بالكتلة الأكبر لا لا بكل الأحوال العراق يراقب والحكومة العراقية تراقب طبيعة ما يدور في المنطقة وهذه التصريحات أيضا تأخذ وتدرس لكن إلى حد هذه اللحظة العراق ومثلما أشرت قبل قليل بأنه لا يوجد دليل ملموس في ما يرتبط بوجود هذه الأجل دكتور الشمري بعبارة سريعة أو سبع والعراق لن يكون منصة للاعتداء على جواره تحالف الإصلاح والأعمار بقيادة السيد الصدر ودكتور العبادي هل هو خصم لإيران سياسيا الآن في العراق هذا التحالف لن يكون خصما لأي من الدول وسيعتمد السيادة والقرار العراقي وينأى بنفسه عن الصراعات في المنطقة وسيتبع سياسة الحياد ويضع المصلحة العليا للعراق في أولوياته نعم دكتور دواد جوزيف مسألة النفوذ الإيراني في العراق كيف واشطن ستتعامل معها في حال طالت أزمة تشكيل الحكومة في حال لم يتم الاتفاق على من على بقاء العبادي مثلا لولايا ثانية والبعض يقول أن إيران تصاعد ربما أو لديها برنامج لتحويل عراق قاعدة صاروخية مثلا وفق بعض تقارير التي نفتها بغداد علينا أن نفصل وجود إيران والنفوذ السياسي الحتمي في العراق وهذه حقيقة نفصل هذا عن طبيعة العلاقات الأمنية لها وأعتقد أن واشنطن ستميز بين الاثنين الكلمة الرئيسية التي ذكرها أحد الضيوف هو استخدم كلمة توازن ما تسعى إليه واشنطن في شخصية لعبادي شخص يستطيع أن يوازن بين نفوذ إيران السياسي وأيضا يقلص طبيعة العلاقة الأمنية معها وستكون هناك خطوط حمر لواشنطن والصواريخ جزء من هذه الخطوط الحمر فأصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي هي ببساطة عكاس عن كيفية التحول إلى مرحلة ما بعد داعش حيث هناك مواجهة متزايدة مع إيران أو بين إيران وباقي المنطقة وبالطبع حلفائنا أو الحليف في المنطقة وهي الولايات المتحدة هذا هو اتجاهنا لهذا السبب الموقف السياسي في العراق هو ذو زخم وحافل بالمخاطر لا يجب أن نتجاهل حقيقة أن شعب العراق لديه مسائل سياسية كانت هناك احتجاجات في الجنوب للافتقار لمياه الشرب والكهرباء وقضايا أمنية تخيم على الجميع يجب أن نتذكر أن هؤلاء القادة القادة الشيعيين على وجه التحديد يجب أن يقدموا الخدمات طبعا نشير لأن التظاهرات والاحتجاجات في البصرة لا تزال مستمرة وناشطون عراقيون في بغداد دعوا إلى تظاهرة تضامنية يوم الأربعة في ساحة التحرير لمصرة البصرة دكتور عبد الحكيم خسروا دقيقة أخيرة لك هل إيران تأثير الآن مباشر في الساحة الكردية العراقية وستسعى ربما إلى دور ما في تغليب وجهة نظر على أخرى في الساحة الكردية تجاه الحكومة المقبلة طبعا لدى إيران دور كبير وخاصة في السليمانية وعلى أحساب سليمانية الآن إيران تتحرك باتجاه يعني اتجاه الأول تأجيل انتخابات أقليم كردستان بعد شهر في 30 أيلول والاتجاه الآخر هو الذهاب نحو كتلة الفتح ودولة القانون وأتصور بأن هذا سوف لن يؤدي إلى غلبة هذا التوجه لدى الكتلة الكردستانية وعلى الأقل لدى الحزب الديموقراطي الكردستاني وكان موقف الحزب الديموقراطي الكردستاني هو الوقوف على الحياد ولا يمكن أن نذهب مع طرف باتجاه طرف آخر عموما ربما هذا سوف يؤثر على إذا ما حسمت المحكمة الاتحادية قرارها باتجاه معين تصور بأن التفكك الكردستانية الكتلة الكردستانية أيضا متوقع وخاصة بين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني إذا كانت الضغوط الإيرانية أكثر مما يجب تجاه الفتح ودولة القانون شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحكيم خسر وأستاذ العلم السياسية من أربيل شكرا دكتور إحسان شمر رئيس مركز تفير السياسي من بغداد شكرا للمحلل السياسي العرقي رعد هاشم من عمان وللدكتور إدوات جوزف الأستاذ في جامعة جون هوقينز هنا في الستيديو شكرا لكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة